انضم إلينا القيادة في اتلاف النصر سلامة زبيدي دكتور سلامة مساء الخير بعد اجتماع الإطار يوم أمس خلصة إلى أن الإطار يحترم القرار قرار المحكمة الاتحادية وتحدث عن إكمال مستلزمات إجراء الانتخابات في موعدها لكن ماذا عن بقية الشركاء سيد زبيدي لدينا مقاطعة للصدر والهزة التي تعرض لها تقدم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي بلا شك أن الوضع بالعراق بصراحة غير مستقر بسبب توالي الأزمات والخلافات وبالتالي هذه ستنحكس بشكل سلبي على الاستقرار في البلد وتحديدا في المضي بإجراء الانتخابات مجالس المحافظات التي يعول عليها الشارع بأنها ممكن تكون نقلة نوعية أو على الأقل تكون محطة لعادة الثقة للعملية السياسية للعملية الانتخابية بصراحة الآن المفوضية والحكومة شرحت وبدأت بالمراحل الأخيرة لاستكمال عملية إجراء الانتخابات وفعلا بدأت الكتلة السياسية والمرشحين ببدء الدحاية الإعلانية وأيضا ترويج عن مشروعهم والترشيح لمجالس المحافظات وبالتالي تتزامن مع هذه الخطوة بعض المشاكل وأيضا يعني انسحاب الكتلة الصدرية وعدم مشاركتها وأيضا الرأي الأخير للسيد مقتدى الصدر لمناصريه بعدم المشاركة في هذه الانتخابات ممكن صراحة أن تلقي بظلالها على حجم المشاركة وممكن أنه لا تكون انتخابات مثالية كما يطمح لها الشارع ولكن بكل الأحوال هو حق دستوري وإجراء دستوري يجب أن تمضي الانتخابات رغم كل المشاكل لكن يجب أن تكون هذه الانتخابات محطة لإعادة الثقة بالعملية السياسية وكذلك ممكن أن تحطي تطمينات حتى للكتلة المسحبة ومنها الكتلة الصدرية بأن هذه الانتخابات تكون مختلفة تؤسس لمرحلة جديدة تحطي انطباع جيد للانتخابات النيابية القادمة ولكن هذه تحتبد بشكل كبير على إجراءات المفوضية وأيضا نزاهة وشفافية الانتخابات بدون أن يكون هناك تأثير أو استغلال للنفوذ والمال والسلطة والتأثير على الناخب العراقي بصراحة لي حد الآن المؤشرات غير واضحة نحتاج إلى أن تكون هناك إجراءات حازمة للحد من حملية التلاحب أو الانفراد أو التزوير أو استغلال السلطة والمال السياسي هذه كلها حوامل ممكن تشكل قلق على إجراء الانتخابات والصورة المثانية أجدد التحية بك ثانية دكتور الزبيدي وينضم إلينا أيضا السيد صبح المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أهلا بك سيد المندلاوي إذ ما أردنا أن نتحدث عن تبعات قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بإقصاء الحلبوسي كيف سيؤثر ذلك على سيريان العملية الانتخابية نعم مساء الخير تحية لكم ولظيفكم الأعزاء ولمشاهدي قناتكم الكرماء يعني بالتأكيد هذا القرار جاء في توقيت ربما يكون توقيت صعب وعليه الكثير من الأسئلة المنطقة والعراق والمنطقة تمر بظروف غير طبيعية هناك مخططات لا نعلم إلى مدى ستصل وأيضا هناك أوضاع عراقية داخلية صعبة وأيضا هناك انتخابات لمجالس محافظات قادمة تشبه الكثير من الصعوبات أيضا هذا القرار جاء حقيقة في غير توقيته وربما كان من الأفضل أن يتم على الأقل تأجيله أو كان هذا القضية أكثر من 9 أشهر يعني لماذا في هذا التوقيت ظهرت على أي اتحال لأن قرارات المحكم الاتحالية قرارات ملزمة بالتأكيد لا يوجد علينا أن نحترم كل القرارات لكن بالتأكيد سيكون لها ارتدادات هناك ربما مكون رئيسي من مكونات العراق وهو المكون السني بالتأكيد سيشهد انقسامات سيشهد ربما المزيد من القلق أوضاعه وهذا بالتأكيد سيؤثر على الوضع العراقي أيضا وبالتالي أيضا لا توجد أي مناقشة لا توجد أي سؤال للمحكم الاتحادية لا نعلم إلى أي مدى هذه القرارات هي قرارات غير مسيسة أو إن كانت مسيسة بالنتيجة أعتقد أن الوضع مقلق ونها ستؤثر بالتأكيد على نتائج الانتخابات أو على إجراء الانتخابات على الأقل تقدير نعم طيب دكتور سلام قضية الحلبوسي ما زالت تتفاعل القضاء يتحدث عن أن القرار بات وملزم ولا طعن فيه الحراك جاري ربما لاختيار البديل لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بتقديرك هل هناك تغيير سيطرع على خارطة التحالفات الإطار التنسيقي هل سيبقى ملتزما باتفاقه الذي جاء بموجب تشكيل اتلاف إدارة الدولة أم ربما سيعود لدعم الشركاء الذين سبقوا تقدم والسيادة كالعزم مثلا نعم ابتداعا أريد أشير إلى قرار المحكمة الاتحادية أنا أعتقد أنه اليوم بصراحة الدولة تبدأ من خلال احترام الدستور والقوانين والقضاء وبما عنه قرار المحكمة الاتحادية وهي صاحبة الشأن الأعلى أو السلطة الأعلى بين ناحية القضاء والقانون وهي وجدت من أجل الفصل بين السلطات وهي من تعطي الشرعية لانتخابات وهي من صادقة على نتائج الانتخابات وبالتالي يجب على الجميع مهما كان حجمه واسمه ومنصبه أن يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية لأنه بات وملزم لجميع السلطات وبالتالي ما ممكن أن ندخل قرار المحكمة الاتحادية في تصنيفات سياسية أو مناكفات سياسية على اعتبار أنه هي القضية واضحة أنه هناك شخص كان عنصر أساسي في حزبة ومن المكون السني عذرا يعني أنا ما لدي أصنف العراق ولكن هو واقع الحال وبالتالي هي شكوة استمرت لمدة سنة كاملة ويعني البعض يشكك بتوقيتها خلاص يعني التوقيت ممكن أنه يكون مملائم في ظل الظروف ولكن جاء القرار بهذا الوقت وبالتالي على الجميع أن يرتزم بهذا القرار ويحترم قرار المحكمة الاتحادية والعراق لا يقف عنده شخص واحد هناك شخصيات كثيرة وكبيرة في المكون السني وفي جميع المكونات بما أنه العرف السياسي أنه رئيس مجلس النواب يكون من ضمن المكون السني خلاص أكو شخصيات كفوئة وقادرة على أن تشغل هذا المنصب وفعلا هناك الآن يعني يتداول عدة مرشحين وعدة أسماء يعني من ضمنهم خالد العبيدي وسالم مطر العيساوي ومحمود المشهداني وزياد الجنابي أعتقد كلها شخصيات ممكن أن تأخذ دورها ومكانها في العمل النيابي كرئيس مجلس النواب وبالتالي يجب أن تمضي العملية السياسية وعلى الجميع أن لا يعني يؤول هذه القضية ويدخلها في مناكفات سياسية أو مجاملات أو اتفاقات تكون خارج الأطر الدستورية يعني بصراحة إذا كان هناك عبور على قرار المحكمة الاتحادية فلا شرعية للعملية السياسية أنا أعتقد أنه على الجميع أن يمضي قدما بإيجاد البديل للسيد الحلبوسي ويجب أن يكون هناك اختيارات دستورية حقيقية تنبع من داخل مجلس النواب ضمن النظام الداخلي والشروط التي يتحدد بها مجلس النواب العراقي وهناك آليات وتصويت ويجب على الجميع أن يحترم الآليات القادمة حتى نستطيع أن نمضي بالعملية السياسية أنا أعتقد أن السيد الحلبوسي مرحلة وانتهت وهو أخطأ خطأ كبير أنا أعتقد لا يليق بشخص مثل محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب أن يتلاحب بأوراق رسمية وحنث اليمين بهذه الطريقة وتزوير كتاب وبصراحة حتى من خلال قناة كملك حتى الشخص المشتكي الذي هو السيد النائب ليث الدليمي بصراحة يعاب عليه من المحيب أن يقزم نفسه ويعطي ورقة بيضاء باستقاله من أجل الحصول على منصب يعني بصراحة أنا أعتقد القضية تشمل الطرفين يعني السيد ليث الدليمي وكذلك السيد محمد الحلبوسي كيف يتلاعبون بمشاعر من انتخبهم بهذه الطريقة وبالتالي أنا أعتقد لكل بداية خاطئة ستكون نهاية حتمية لهذا الخطأ الذي ارتكبوه وعلينا أن نبدأ صفحة جديدة من خلال شخصيات وطنية قادرة على أن تتبوأ المنصب بشكل يكون ولاءها للعراق وليس للمكون أو للحزب نعم السيد المندلاوي السيد الدكتور الزبيدي قال لا يمكن أن ندخل قرارات المحكمة بتصفيات سياسية ولكن الحديث الشائع اليوم بأن المحكمة أصبحت اليوم تغطي على بعض القرارات والتفاهمات السياسية خارج السياقات الدستورية وهذا لربما إن كانت إجابتك نعم لربما بأن القضاء أقحم في الصراعة السياسية بماذا تعقل؟ يعني ارتداء لم يقل أحد بأن قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات غير ملزمة ولم يقل أحد بأن هذه القرارات لن يتم الاتزام بها وأيضا لم نقل أن العراق لم يقف على شخص واحد نحن نقول بأننا نعيش في مرحلة وفي ظرف صعب هذا الظرف داخل العراق وخارجي وبالتالي علينا أيضا أن نفكر بالوضع العراقي خلق الأزمات عملية خلق الأزمات وعملية اللجوء إلى قرارات ربما تكون قرارات صعبة وقرارات ربما تكون مصيرية تمس مكون وتمس شعب كل هذا بالتأكيد سيخلق وضع غير إيجابي وضع ربما يكون متأزم أكثر لذلك نحن نقول هذه القرارات وبالمناسبة في أكثر من المناسبة كانت قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات مصيرية في بعض الأحيان وربما كانت تخلق أزمات أكبر من أن تكون هي حل القانون وضع لوضع الحلول ووضع مستقر ووضع آمن وبالتالي للأسف الشديد يعني بعض القرارات من المحكمة الاتحادية هي قرارات خلقة جو من الفوضى وربما اللجوء إلى خيارات أخرى في جميع الأحوال من حقنا أن نعطي تساؤلات وأن نقول رأينا في ما يحصل حتى وإن كانت من المحكمة الاتحادية هناك الكثير من المواد الدستورية لم تطبق قرارات المحكمة الاتحادية حتى هي نفسها وضعها ربما هي غير قانوني هي جاءت بأمر من بول مريمر يعني ولا زالت لغاية اليوم مستمرة أين المجلس الاتحادي مثلا إذا كان هناك فعلا التزام بالدستور والتزام بالقانون لماذا لا نفكر بأن يكون هناك يعني أن لا يكون مصير العراق بيد عدد من القضاءات ربما يخطؤون وربما يتعرضون إلى ضغوط يعني كل هذا ممكن خاصة في ظل الوضع العراقي وبالتالي القرار صدر ونتمنى أن لا تكون هناك تبعات تضرب العراق وتضرب أمن واستقرار العراق نكتر سلام إنها عضوية الحلبوسي هل أنها ارتباط تلاف دارة الدولة الذي بموجبه تشكلت هذه الحكومة ورئاساتها لا يمكن أن نربط بصراحة يعني قضية تتعلق بقضاء وقرار محكمة اتحادية باتفاق سياسي لبناء الدولة والحكومة من غير الممكن يعني حتى التعقيب على كلام الضيف الكريم أن هذه المحكمة غير شرعية إذن البرلمان غير شرعي إذا نتحدث أن المحكمة غير شرعية من الذي صادق على نتائج انتخابات النيابية من الذي صادق على وجود سيد محمد الحلبوسي كرئيس المجلس النواب هذا يعني بصراحة أنا أعتقد ازدواجية في الطرح يجب أن نكون واضحين الاتفاق السياسي في إدارة تحالف الدولة هو ليس مع أشخاص وإنما مع مكونات أساسية شركاء بالعمل السياسي السيد الحلبوسي لا يمثل كشخص المكون السني أصد تأشي أستاذ نعم عزيزي اليوم السيد محمد الحلبوسي بما فعله وما عمله لمحافظة الأنبار هذا يمكن أن يقدر أهالي الأنبار وبالتالي هناك تقديرات يعني ما قدم السيد الحلبوسي ولكن نحن نتحدث عن دولة وبالتالي هناك خرق للبواد الدستورية الخاصة بالدولة وبالنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي السيد الحلبوسي للأسف مشكلتها ليس مع المكونات الشيعية ولا حتى مع المكون الكردي مشكلتها هي داخل المكون السني كل صراحاته وخصوماته هي داخل المكون السني وبالتالي أنا أعتقد أنه التفرد بالسلطة والدكتاتورية وصنح امبراطوريات واستغلال المنصب بهذه الطريقة بكل تأكيد ما رح يخدم العمل السياسي لذلك أنا أعتقد أنه تحالف الدولة إدارة الدولة هو بنية من أجل بناء مرحلة سياسية جديدة تبني العراق من خلال تفاهمات ومن خلال قرارات استراتيجية شارك بها جميع أبناء الشعب العراقي وممثليهم في جميع المكونات وبالتالي ما ممكن أنه نحصر اتفاق يخص بناء الدولة وستراتيجيات الدولة بشخص واحد هذا غير صحيح أنا أعتقد أنه أنصار السيد الحلبوسي عليهم أن يتقبلوا الأمر الواقع والعراق يعني بصراحة يعني كثير من الشخصيات الكبيرة العراق ليس عاقرا حتى نعتمد على شخصيات معينة العراق باستطاعته أن يجد بديلا للحلبوسي كثير من الشخصيات التي ممكن أن تخدم العراق وتخدم العمل السياسي بجميع المكونات لذلك أنا أعتقد أنه قضية انهاء عضوية الحلبوسي ستأخذ وقت معين كردات فعل وهذا طبيعي جدا وبالتالي سيكون هناك أمر واقع وستمضي العملية السياسية وسيمضي حتى حزب تقدم وأعضاء البرلمان في حزب تقدم بالعملية السياسية وحتى الوزراء الذين قدموا استقالتهم أعتقد لن تقبل الاستقالة وسيعني بصراحة سيرجعون إلى مواقعهم ويتقبلون الأمر الواقع وتمضي العملية السياسية نعم العملية السياسية ليست مثالية نعم هناك خلافات نعم هناك شرخ بين المكونات السياسية لكن بالتالي يجب أن نصحح كل هذه الأخطاء ونمضي ببناء عملية سياسية حقيقية من خلال التفاهمات وأيضا من خلال نزع العباءة الحزبية والتداع عباءة الوطن للجميع وأن الجميع يجب أن يكون العراق نصب عينها بعيدا عن التمثيل الحزبي أو المكونات دعني أتواجه بالسؤال إلى السيد المندلاوي إذ ما أردنا أن نتحدث من الناحية القانونية فالمادة الثالثة والتسعين وهذا بحسب مختصين التي استخدمتها أو استندت إليها المحكمة الاتحادية في قرار إنهاء عضوية أو إقصاء الحلبوسي هذه المادة بالذات لا تتضمن إعفاء النائب يعني حالها كحال المادة مائتين وستة وعشرين وقد يستخدمها الحلبوسي كورقة ضغط أو ثغرة لتقديم طعن التساؤل الأبرز هو ماذا لو عداء الحلبوسي إلى منصبه هل سيكون الحساب عسيرا أم أن أعداء النجاح كثر وسيثبت ذلك يعني حقيقة هذه هي المشكلة الحقيقية يعني أنت لا تستطيع مجرد أن تقول رأيك أو أن تناقش باعتبار أنها محكمة ملزمة وقراراتها ملزمة يعني ضيفك الكريم يحاول التركيز على موضوع وكأننا نقول بأنه لا بديل للسيد الحلبوسي وأن العراق عاقر وغير ذلك نحن لم نقول ذلك نحن نشير إلى أنه هنا مثل هذه القرارات تخلق أزمات تخلق وضع غير مستقر وبالتالي بالتأكيد يعني استمرار مثل هذه القرارات التي ربما يعتبرها البعض تعسفية وربما عندما نقول أنها ربما تكون مسيسة ليس لأصل أن المحكمة الاتحادية هي مسيسة ولكن أن هذه القرارات وعملية توجيه مثل هذه القرارات وفي فترات حرجة وصعبة بالتأكيد لا تراعى فيها المصلحة العامة وربما تخدم أطراف معينة تحاول التأثير على الاستفادة مثل هذه الأوضاع كل هذه الأمور هي الأمور الصعبة والأمور التي يجب أن تناقش نعم هناك مواد قانونية ومواد دستورية ربما تخالف قرار ما جاء به المحكمة الاتحادية ولكن كيف يمكن الاستمرار وكيف يمكن المضي إذا كانت هذه القرارات هي قرارات ملزمة ويجب أن يتعامل معها يعني بأنه خلص الموضوع انتهى أعتقد أنه فعلا الموضوع انتهى وبالتالي أي حديث عن حديث قانوني أو حديث دستوري عن عودة هو يعني محض خيال ربما يبعث التشاؤم في أن نفكر مجرد التفكير في حلول أخرى لكن هذا هو الواقع وبالتالي علينا أن نتقبل بهذا الواقع ونقول بأن هناك مثل هذه السياسات مثل هذه القرارات ستضر بالوضع العراقي العام نعم نود أن نشكركما على انضمامكم معنا سيد صبح المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستان شكرا جزيلا لك وشكر موصول للدكتور سلام الزبيدي القيادة في اتلاف النص شكرا لجانبكم الكريم اشتركوا في القناة